مرحبا حبايبي اصحاب برج الدلو شلومكم ان شاء الله تكونوا مخير اليوم راح اقرأ توقعاتكم العامة التوقعات راح تكون تشمل العمل العاطفة الصحة على الصعيد الاسري العاطفي المرتبطين المنفصلين العزاب حتى المطلقين ساحبت لهم ورقة حتى ما يزعلون عندي لان دائما بالتعليقات كتبولي التحديات اللي راح تواجهك نقاط الضعف نقاط القوة اللي موجودة عندك القراءة طبعا تشمل البرج الطالع والشمسي والقمري يعني اللي طالع دلو او حتى القمري مالتا برج الدلو ممكن تنطبق عليه القراءة وان شاء الله تنطبق عليكم جميعا لانه كلش قراءة ايجابية وحلوة ما شاء الله وان شاء الله تتحقق كل التوقعات اللي راح اقول لكم منياها سووا لي لايك اذا عجبكم الفيديو واشتركوا بالقناة اذا شنتوا ما مشتركين وتركوا لي اراءكم بخانة التعليقات خلونا نبلش الفيديو بداية برج الدلو ممكن تكون تتعامل شنه تتعامل ويا شخص من برج العقرب برج العقرب هذا اشوف انه هو من النوع اللي عنده نوع من العصبية الهجومية هذا الشخص ممكن يكون جد ما تحاول تبني وياه او مو شرط يعني برج العقرب يعني اي ساين ثاني عادي لان الناس اكون تسأل بالابراج يقول مو هذا البرج فالابراج هي الفئة محددة من عدكم اللي يتعاملون ويا الشخص اللي برجي اقوله يعني بالذات القراءة ممكن تطبق عليهم اكثر من عدكم انتو فاشوف انه انت مريت بصدمة عاطفية ممكن تكون حتى صدمة بصعيد العمل ممكن تكون انفصلت من عمل تركت عمل صار لك فترة او طلعت من عمل بظلم اكو شخص خرب عليك بشغل او حتى بعلاقة وادة انه هاي شغل او العلاقة تنتهي وتنهد اشوف انت طاقتك بالفترة الحالية عندك نوع من الغضب ممكن تكون ده تمر بمشاكل مشاكل المادية مشاكل عائلية مشاكل على الصعيد العاطفي بالنسبة للناس اللي علاقتهم بعض منهم اشوف علاقة مزوزة بيناتكم فاشوف انت عندك طاقة غضب كبير بالفترة الحالية طاقة التعصب وصاير عندك عناد عنيد جدا انت بالفترة الحالية ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج الثور برج الثور اللي انت تتعاملوا هذا شخص ممكن يكون ما يتقبل النقاش لان هو بعد برج الثور هو ينطبق المثل به بالعناد فاشوف ان انت تتعاملوا شخص عنيد جدا شخص ما يهتم من مشاعرك كان شخص بالنسبة اليك متعب شخص دائما منتحت شوية يخليك توصل الى مرحلة الانفجار من كثر الضغط اللي يضغط عليك اشوف اكو شخص ضغط عليك بسابق كان هواية وهذا الشخص قلتلك ممكن يكون برج الثور او حتى برج الميزان فهذا الشخص تعبك هواية بحياتك ممكن تكون انفصلت عنه او بالفترة الحالية انت بحالة انفصال اكو قناع سقط من شخص موجود بحياتك وانت بالفترة الحالية ممتعد من تصرفات هذا الشخص او حتى من حقيقته ممكن يكون كان غاشة كبيت حلو منظر حلو يعني ظاهر حلو ولكن جوهره هو مكان جوهر نظيف مكان جوهر جميل يعني هو فقط مظهر خارجي فانت اكتشفت على حقيقته ومن اكتشفت على حقيقته هذا الشي سبب لك صدمة شبيرة بحياتك خلى امورك كلها يعني تتبعتها من بعد حيرة انت تشنت بها من بعد تردد كبير اتجاه قرارين او حتى شخصين ممكن تكون عندك مشاكل عائلية قاعد حاول تصلح بين شخصين او حتى بينك وبين شخص فاشوف شينت ما اخذ هدنة عندك وضع الهدنة ويا هذا الشخص ولكن من كثر ما ضغط عليك انت صار عندك نوع من الانفجار فانت انفجرت على هذا الشخص وصار ببيناتكم كلام جارح تجريح بالكلام وادى هذا الشي الى مشكلة ببيناتكم سببت انه يصر بينكم زعل او حتى فراقة وانفصال لبعض منتكم اشوفك انت يعني حاشي بصراحة من بعد فترة خذت سكوت وتهتم للمشاعر وانفجرت قلت لك عندك هنا طاقة البركان وانفجرت كانت عندك بركان من الغضب بداخلك وفجرت على هذا الشخص ووقفت العلاقة بي قطعتها صار عندك كلام مواجهة بصراحة بينك وبينه اذا كنت منتظر مواجهة من هذا الشخص اللي قاعده تعليه فالمواجهة راح تكون موجودة خلال اسبوعين منها يعني من التاريخ ما انت تشوف الفيديو اسبوعين اشوف المواجهة راح تكون بينك وبين هذا الشخص راح يصير كلامه بصراحة وراح يعتذر منك هذا الشخص من بعد ما يعرف غلط هاي الطاقة العامة قلتلكم ممكن تكون على صعيد العاطفي والاسري وممكن تكون على صعيد العمل انو انت انفصلت من العمل بسبب العصبية زايدة ممكن شخص بالعمل ضغط عليك كهواية وصارت مشكلة بينك وبينه وهذا الشي ادى لانو انت انفصلت من العمل وطلعت هذا كلها يعني خليه بالماضي خليناه عجلة الحظ طلعت لك اول ورقة الشي اللي توج هاي السنه انت عندك اللحظ كله وياك اي خطوة تريد تقدم عليها ابدأ بيها تشتغل عليها بهاي الفترة عندك وضوح عندك مخاوف كانت بسابق اشوف راح تتخلص من عدها الاوهام اللي كانت موجودة حتى الامور اللي مضمومة عليك عندك وضوح راح تينكشف لك هواية امور هواية اسرار ممكن حتى هواية اقنعة سقطت الاقنعة خلاص اكو هواي ناصب حياتك تشانة ولابسين اقنعة سقطت الاقنعة من عدهم ممكن يكونون من العائلة ممكن حتى يكون شريك عاطفي لبعض من عدكم عجلة الحظ وياك وطبعا طلعت لك اوضاعك المادية راح تتحسن تحسن كبير انت نفسك راح تتفاجئ من عندك البعض منكم اشوف اللي عنده عمل ثابت اكو عمل ثاني اه تركيزك على العمل كبير جدا راح تشتغل بدال الشغلة شغلين وثلاثة حتى تحقق استقرار مادي وعندك هنا انا ورقة ناين اوفبنتيكل والتين اوفبنتيكل فانت عندك تقدم من التسعة للعشرة امورك اشوفها بالعمل امورك المادية امورك حتى العاطفية العائلية كلها في استقرار تام على الوضع العام يعني الطاقة العامة انت بلشت تعرفوا هواي ناس على حقيقتهم بلشت التعب اللي تعبته بالسابق المشاكل اللي كانت عندك كلها الامور اللي كانت متعلقة طاقة الحط طلعت وياك امورك كلها راح تبلش تتغير تغييرات كلش سريعة راح تصير بحياتك وعلى الصعيد المادي بالاخص قاعد اشوف البعض من عندكم عند نجاح على الصعيد العملي او حتى اذا كانت البعض الناس اللي عندهم دراسة اشوف اكو نجاح اكو انتصار اكو تقدم اكو شي بعملك انت اذا شنت انت داخل مجال عمل معين وقاعد تحاول تطور بي راح يطور هذا العمل اللي انت بي وراح تنعرف وتنشور بي واكو ناس هواية راح تفرح لك بي عندك تقدم بالعمل امورك المادية في تحسن ممتاز ممكن اول شهرين من السنة تكون الامور يعني بيها نوع من المعلقة ولكن بيها تحسن يبدأ النصف الثاني من السنة توصل لمرحلة الثاني من السنة يعني كل الارباح اللي انت منتظرها او حتى ناتج العمل او العمل اللي انت ممكن تكون دخلت عمل جديد ارباحها كلها تبين انت من نهاية السنة ان شاء الله راح تكون على الوضع المادي مستقر تماما ماديا وامورك كلها تمام البعض حتى اللي عندك اسرة مثلا امورك الاسرية استقرار مادي اللي اليك والعائلتك قاعد اشوف كلش كبير منان ان هاية السنة خاصة شهر العاشر شهر العاشر راح الاموال تبدأ الدرعيك من كل مكان البعض منكم ممكن يكون منتظر اذا كانت عندكم ورث او حتى اموال منتظريها على شخص صار لكم سنتين منتظرين او حتى مشاكل تخص ورث اشوف هذا المشاكل راح تنتهي ان شاء الله بهاي السنة وراح تاخذ حقك راح تاخذ ورثك او حتى الاموال اللي تشنت مديوني ام شخص اشوفها راح ترجع اليك هاي الاموال وراح تفرح بيها امورك المادية كلها زينة ان شاء الله تتحقق عليكم ماكو احلى منهيك او راح تطلع للامور العملية والمادية عملك اشوفها فيه تقدم ولكن محتاج من عندك بعض الانضباط والتنظيم حاول تنظم اعمالك اذا قررت تشتغل شغلتين فحاول تنظم وقتك توازن بين اعمالك وما تقصر ولكن لا تخاف ولا تقلق يعني فبرج الدلو كل التوفيق اليكم على الصعيد المادي ان شاء الله يا ربي الله يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون على الصعيد الصحي اشوف عدكم شفاء موجود اموركم الصحية تمام ممكن تكونون شتوا قلقين اتجاه مشكلة صحية مش شخص من العائلة المتزوجين ممكن يكون الطفل عدكم بالعائلة اشوف هذا الطفل عنده طاقة شفاء وفرحة عائلية راح تكون موجودة بشفاء هذا الطفل المريض ما قاعد اشوف شي خصكم ممكن شي خص العائلة يكون اعتبر اي شخص من العائلة موجود يعني عنده مشكلة صحية او ازمة كان مار بيها اشوف عنده شفاء اكو فرحة عائلية اكو لما حلوة بعض النساء من برج الدلو واللي كان متأخر عليكم الحمل صار لفترة او حتى عدكم مشاكل بالحمل ما قاعد يتم اشوف الحمل موجود عدكم بهاي السنة ان شاء الله اكو عدكم طاقة حمل موجودة طاقة ولادة طفل جديدة ممكن تكون موجودة ممكن ذا انتي حامل وخايفة عندك مخاوف من الحمل فشوف الولادة راح تسهل وعندك فرحة بولادة طفل جديد راح يدخل للعائلة بالنسبة للأوضاع العائلية والأسرية لبعض منكم قلت لكم ممكن يكون صار زعل بينك وبين شخص من العائلة او حتى شريك زعل صار لفترة ممكن صار لثمانة شهر او ثمان اسابيع او حتى من شهر الثامن هذا زعل موجود بينك وبينك وخلافات اضطرت لانو انت اما انت انسحبت بزعل او هو زعل وانسحب من عندك هذا الشخص قاعد اشوف انو الامور ببناتكم راح تبلش شوية شوية تهدئ وذا تشنتم انتظرين عودة شخص غائب عليكم او شخص مسافر فاشوف العودة راح تكون بشهر الثامن ان شاء الله راح يرجع هذا الشخص اللي مسافر او حتى اللي يترككم ورحل يعني وصار بينكم وبينها زعل فاشوف ممكن تكون اكو بعض الخلافات العائلية تصير ولكن الامور تعد بسرعة ماكو مشكلة كبيرة يعني اموركم العائلية نوعا ما راح تكون مستقرة ولكن لا تخلوا من بعض اختلافه بوجهات النظر والخلافات احلامك وتطلعاتك يا برج الدلو هو احلامك وتطلعاتك بينها من الاوراق اللي موجودة فاكيد يعني راح تكون انت بالفترة الحالية قاعد تدرس مشروع او حتى قاعد تدرس شراكة معينة او قاعد تحلم انه اطور بشغلك اطور اوضاعك المادية تحسنها تدخل عمل جديد شراكة جديدة فاشوف انه احلامك وتطلعاتك العفو انه انت تجد بالعمل اللي انت موجود به وتكبر وتحقق نجاح وراح تحققها ان شاء الله النجاح فانت مركز على عملك بصورة كبيرة بهاي السنة انت منطلق يعني انت راح تتقدم بكل قوتك اتجاه هواية امور كانت معلقة بالسابق شانت تتأجلها دائما من هاي السنة هي سنة الانطلاق اليك يعني انت راح تبدأ من هاي السنة تنطلق وتجمع ثروة الحد السنين اللي جاي اللي راح توصل بها الورقة التهنة هو الاكتفاء المادي وورقة الثروة وورقة الاستقرار المادي خلاص بعد انت امنت مستقبلك امنت مستقبل اطفالك ممكن حتى بيتك فهاي سنة الانطلاق اليك حاول انه تستغل كل يوم من هاي السنة لانه الحظ بجانبكم موجود فحاول تستغل هاي السنة بمشاريعك بمعاملاتك بعقودك بعض من عدكم طبعا يشوف اذا كنتم انتظرين شراء بيت فعيدكم هواية اوراق تنقل وهواية اوراق شراء بيت وايضا هنا طلعت لكم اذا كنتم ناوين اطلعون من العائلة تنتقلون البيت وحدكم الانتقال موجود لانه اساسا هي ورقة العائلة طلعت لي ورقة الانتقال فاكو انتقال ممكن لبعض منكم بسبب مشاكل عائلية وخلافات راح ينتقل الى بيت جديد يطلع من بيتها وينتقل البيت جديد اللي صار لكم فترة تفكرون او حتى صار لكم سنتيا تحاولون تجمعون مبلغ حتى تشترون بيت تشترون عقار فاشوف الشراء موجود ان شاء الله بهاي السنة خاصة شهر العاشر وايضا ممكن تكون يعني الطاقة قبلها اشوف اكو شراء بيت لكم بهاي السنة اذا كنتوا وانتوا صار لكم فترة تجمعون الى وممكن حتى يكون شراء سيارة اموركم المادية اشوفها تمام تمام كلها زيانة اموركم الصحية اموركم العائلية خلينا انتقل للوضع العاطفي البعض منكم ممكن تتعاملون اي شخص من برج هوائي او شخص من برج ترابي شوية متباطئ بالحركة هذا الشخص اشوفه ما قاعد يتقدم بالعلاقة خاصة بالفترة الحالية قاعد اشوف هذا الشخص مركز على عماله مركز على الاموال ممكن يكون هاملكم بصورة كبيرة فممكن حتى هذا الشخص من يصير كلام بينكم وبينه او من يصير عتاب يتهجم عليكم هذا الشخص بسرعة ويجرحكم بالكلام اشوف عدكم حد الشخص ممكن يكون من برج هوائي او من برج ترابي هذا الشخص قلت لكم عدة طاقة اهمار عالية اتجاهكم انتو تعبانين من اهماره تعبتم من علاقتكم بيه وبالفترة الحالية قاعد اشوف البعض منكم اما هو خلى حد لهاي العلاقة ونهاها او خلال اول اسبوع من السنة يعني اول اسبوع من هذا الشهر او بعد اسبوع من هذا الاسبوع راح تتخذ قرار انه تقطع علاقتك بهذا الشخص اللي علاقتك بيه متزعزعة ما بيه ثبات هذا الشخص يوم موجود بحياتك ويوم مختيفي يوم اهتمامي بك زايد يوم ما يهتم اصلا وكل ما تحكو اياه هو عذرا انه هو مشغول بالعمل 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 فاشوف انه هذا الشخص انت راح تخليه لحد وراح تقطع علاقتك به هاي لبعض الناس اللي علاقاتهم متزعزعة انت راح تتخذ قرار وقرارك راح يتوج وقرار راح يكون صحيح راح تبدأ بداية جديدة وراح تقطع هذا الشخص تقطع علاقتك به من حياتك او حتى التواصل ممكن ببعض منكم يكون سوى بلوك او راح يسوى بلوك بفترة جاية قراراتك طبعا بمكانها لانه طلعت لك ورقة الاسو فوند بداية جديدة القرارات الصحيحة الانتصار حتى فانت راح تخلي الكارمو تشتغل على هذا الشخص لانه اساسا ورقة الكارمو موجودة وياك وهو راح يرجع بعدين يحاول انه يصلح الامور ولكن اشوفك انت ماخد قرارك انه تقطع علاقتك بي نهائي بالنسبة الحبار بالمرتبطين المرتبطين اللهم بلا حسد اشوف البعض منكم اللي مرتبطين خاصة صار لكم ثلاثة شهر تفكرونوا بموضوع زواج او بترسيم العلاقة البعض منكم قاعد يفكروا بترسيم علاقة ممكن صار لثلاثة شهر اكو ترسيم للعلاقة اكو علاقات حلوة متكافئة حتى بالنسبة للناس العزاب وهسا داخلين بعلاقة جديدة صار لها ثلاثة شهر او شهرين اشوف العلاقة متكافئة الحب بيناتكم متبادل العطاء بيها متبادل الثقة بيناتكم موجودة هذا الشخص نيتا جادة عدكم زواجه ارتباط بهاي سنة يا برج الدلو المرتبطين اشوف انو خاصة اللي صار لكم فترة طويلة والامر تشان قاعد يتأجل بسبب امور مادية فاشوف اموركم المادية في تحسن واكو تكافؤ بينكم وبين هذا الشخص اكو عدكم احتفالات اكو مناسبات حلوة الناس اللي متزوجين اشوف بالبيت قلت لكم ممكن تكون عدكم فرحة بطفل جديد وولادة جديدة اتخذكم او اتخذ شخص من العائلة المهم اشوف اكو مناسبات حلوة اكو حفلات اكو شراء منزل لبعض الناس المتزوجين او حتى اللي يفكرون ينتقلون مشارط شراء منزل فاشوف الانتقال ببيناتكم موجود والانتقال راح يكون بصالحكم واكثر استقرار لكم عدكم حفلات عدكم خطوبة او ترسيم العلاقة خلال اول ثلاث شهر من السنة ان شاء الله الامور المرتبطين راح تكون كلش حلوة والله يسعدكم ان شاء الله ببعض ويتمملكم على خير بالنسبة للناس العزاب والمنفصلين اشوف انه اكو شخص من الماضي راح يرجع يتواصلوا ياكم راح يحاول انه يرجع مرة ثانية من بعد ما هذا الشخص غاب عنكم فترة وانتو شبهنا هين العلاقة بيه او حتى من فكرينه برجعته اشوف هذا الشخص خاصة ذا كان من برج الميزان او برج العقرب ايضا هذا الشخص سبب لكم مجروح بالماضي وهسه قاعد يحاول يرجع يعتذر لكم من جديد اساسا عدكم طاقة اعتذار من شخص قلت لكم جرحكم سابقا بالكلام صارت بينكم مواجهة وايضا طاقة هوائية فهذا الشخص اشوفه راح يرجع مرة ثانية وراح يحاول يعتذر من عدكم ويبدأوا ياكم بداية جديدة بالعلاقة طبعا لبراج الهوائية ممكن تكون برج الدلو برج الجفزاء برج الميزان وايضا القراءة ممكن تكون عكسية ممكن انت مجرحة او ممكن هو اللي مجرحك بالكلام فاعدكم هنا نقتلكم اكو رجوع العزاب عدكم شخص من الماضي وراح يرجع مرة ثانية ويحاول يبدأوا ياكم بداية جديدة ولكن اشوفه كنت البعض من عدكم انتو خلص هذه العلاقة وقفتوها فاعدكم علاقة جديدة شخص جديد راح يدخل بحياتكم بالفترة الجاية راح يرجع لكم التوازن والتفاؤل للحياتكم والعلاقة خاصة موضوع العلاقات اللي اخذتوا فترة انتو كنتو كلش متعبين من عندك فبالفترة الحالية اشوف انو الرجوع موجود واعدكم بدايات جديدة كلش حلوة على الصعيد العاطفي يعني بالنسبة لناس المنفصلين المطلقين وينتظرون رجوع ما اشوف لكم رجوع بهاي الفترة امركم معلق والبعض من عندكم يعني الامر خلص من تيه فهاي ورقة ايضا لبعض الناس والاوراق اللي ظاهرها يمي ممكن تكون ورقة عمل ممكن تكونوا انفصلتوا بسبب عمل او بسبب حسد وصار الانفصال ببناتكم او الطلاق الرجوع قاعد اشوفهم متأخر يعني هاي الفترة ماكوا رجوع الامر ببناتكم معلق فممكن هاي الطاقة تتوضح اكثر بالتوقعات الشهرية من نقراها التوقعات الاسبوعية فتابعوا المطلقين راح اخلي دائما بكل قراءة لكم مكان بها انا زرلكم اوراق اشوف اوضاعكم انشاء راح تكون لانه الامر هنا طالع يمي بالفترة الحالية معلق فانت حاول تتخلى عن هذا الوضع تتخلى عن فكرة الرجوع بهاي الفترة واترك الامور هي اول وتالي بعدين راح تكون ابصال حب اكو تفائل وتوازن راح يرجع الحياتك ان شاء الله بالنسبة للمنفصلين والمطلقين توازن راح يرجع التفاؤل ويقولك هاي هم طاقة الصبر فاصبر واتفائل خير ان شاء الله الامور تتحسن لانه المطلقين قاعد اشوفوا الرجوع معلق بهاي الفترة ممكن بطاقة شغلية تبقى الطاقة تكون اوسع وتبين اكثر او خلي شوي اوضح لكم عليه همين حتى لا تزالين هل يوجد رجوع المطلقين برج الجد والجدة للعفو من ثم توقعات اشوف اجوع بالنسبة للمطلقين اشوف انه عدتكم حنينة هواية للماضي أو حتى هذا الشخص ممكن يكون أكو حنين من عدكم أو من عنده لأن القراءة ممكن تكون عفسية ولكن أشوف أكو حنين بالماضي الطاقة المشتركة اللي بيناتكم طاقة الحنين ولكن أشوف أكو عدكم أطراف خارجية هواية متدخلة بهاي العلاقة وأكو شخص بالذات كبير بالسن شخص مسيطر ممكن يكون طاقة أب أو طاقة أم طاقة أخ كبير هذا الشخص أشوف عنده سلطة وهو اللي موقف العلاقة بالفترة الحالية أو عارض بينكم وبين الرجوع وهو اللي ممكن يكون سبب حتى إنها العلاقة اللي موجودة بيناتكم فأشوف أنه الرجوع صعب جداً إذا ما كان مستحيل للبعض من عندكم العلاقة منتهية وأيضاً أكو طرف بيها أكو طرف هو اللي موقف العلاقة وقاطعها ممكن يكون أب ممكن يكون أم سواء كان يعني من طرفك أنت أو من طرف الشريك طاقة شخص كبير بالسن شخص متكبر شخص مسيطر متسلط هذا الشخص طاقة أب عنده موجودة هو اللي موقف العلاقة رغم أنه أكو حنين ببيناتكم البعض منكم حتى أكو أطفال ببيناتكم ممكن يكون عندكم طفلين فأكو حنين ولكن أكو شخص تخلى يحاول هواية من بعد محاولات يظل هواية محاول يحاول أكو عمل شان موجود عليكم مدام طرعت هاي الورقة وهاي الورقة فأتأكد لي أنه أكو عمل بالنسبة للمطلقين ممكن يكون العمل هو السبب خراب البيت وطبعا العمل ممكن يكون مشروب أو مأكل نوعية العمل اللي عليكم السحر يعني لأنه هذا يطيني طاقة أكثر أنه هذا الشخص هو من العائلة ممكن يكون أب ممكن يكون أم وأكو عمل مشروب هذا العمل هو اللي تسبب بانفصالكم أو حتى تسبب بالمشاكل اللي موجودة ببيناتكم وانتهاء العلاقة ولكن لكم بدايات جديدة إن شاء الله وإن شاء الله طاقة تتغير بتلكم انتظروا الطاقة الشهرية تكون أوسع أكثر لأن هاي تشمل السنة كلها فممكن هاي التأخيرات اللي موجودة هسا والوضع يكون هسا مستحيل ولكن إذا تشافيتوا من العمل اللي موجود عليكم أو حتى الشريك إذا تشافه من العمل اللي صاير عليه الرجوع ببيناتكم ممكن ممكن يعني يكون يعني موجود لأنه أشوف أكو حنين للماضي حنين الأيام الحلوة اللي كانت ببيناتكم البيت للاستقرار العائلي وأكو اعتذار أكو شخص لازم يعتذر من بينكم أنتو الأسمين فالمطلقين كل التوفيق لكم وبالفترة الحالية الرجوع ما موجود قلت لكم أكو شخص معارض هو اللي موقف الرجوع هو اللي رافض فكرة الرجوع تماما وعليكم البعض منكم الثاني ممكن يكون عليكم عمل العمل هذا ممكن يكون مشروب أو مأكول فحاولوا ترقون نفسكم أو تتأكدون من هذا الوضع لأنها قراءة عامة فما راح تنطبق على الجميع 100% أكيد بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهكم التحديات اللي راح تواجهك يا برج اجدلوا أنه أنت تحافظ على نشاطك تحافظ على انطلاقتك تكون صاحب قرار صاحب عزيمة لا تحاول أنه تندفع زيادة رغم أنه أنت منطلق عنده شوفك هنا أنت منطلق وما شايف شي عندك خلاص أنت منطلق عندك سفر تنتقل من مكان للمكان أمورك المادية تحاول تحسن بها تشتغل بدل شغلة شغلتين وثلاثة حتى تجمع مال التحدي اللي قدامك أنه أنت تحافظ على أمورك المادية تحافظ على أموالك تحافظ على نشاطك اللي موجود هسا من بداية السنة أنت منطلق فالتحدي اللي قدامك أنه أنت تحافظ على النشاط اللي عندك الروح روح هسا لعندك روح المغامرة وروح العمل مثل ما نقول فلازم تحافظ عليها وتسيطر على أوضاعك لا تخلي أحد بهاي الفترة يحاول يفرض عليك أنه أنت مثلا تتراجع بخطوة ريت تتخذها وأنت متأكد من عدها رغم هذا حاول لا تستعجل ولكن حافظ على نشاطك بالعمل لأن تجيتك بالعمل حاول تزيدها أكثر نقاط الضعف اللي عندك هو الكلام اللي رايح جاي أكو شخص راح يحاول بهاي الفجرة بهاي الفترة بعفو أكو شخص راح يحاول بهاي الفترة أنه يحبطك يحبط معنوياتك ممكن يحبطك حتى على المستوى العملي ممكن شخص ينقلك كلام هذا الكلام غير صادق ممكن شخص يحاول يخرب بينك وبين أحد راح يكون نقطة ضعفك فإذا نك لا تنطيها لأي أحد حاول أنه شورك يكون من راسك مثل ما نقول يعني أنت اللي تفكر بي أنت سوي اللي أنت ما تأكد منه لتأخذ نصايح من أشخاص ممكن يكون آآ بعدهم ما عندهم نضج النضج الكافي أنه هما ينصحون النصايح أخذها من تأخذها أخذها من شخص أنت واثق أنه عنده تجارب بالحياة شخص من تستشيره راح يفيدك لأنه قاعد أشوف أنه أكو كلام راح يكون رايح جاي إشاعات ممكن تكون عليك أنت أشوف أكو شخص راح ينقل الكلام منك وينقل للناس غيرك وممكن أيضا أنه هذا الشخص يشتغل على تشويه سمعتك أو حتى إحباطك على المستوى العملي على المستوى العاطفي على مستوى حياتك وبصورة عامة أكو شخص راح يراقبك ويظل دائما ينقل كلام عنك وممكن حتى يحتي كلام بصالحك محلو فلا تخلي هذا الشي يكون نقطة ضعفك خلي كل شخص عد حدي ومن تحتي أعرف إلما تحتي وشورك خلي يكون من راسك مو من أحد ثاني نقاط القوى اللي عندك هي العزم اللي عندك اللعناد اللي عندك قلت لك عندك قوة عزيمة يعني أنت بالفترة الحالية أنت منطلق ماكو أحد راح يلزمك فأشوف أنه نقاط القوى اللي عندك أنه أنت قوي أنت قادر على المواجهة أنت مريت بهواية ظروف أنت مبقى جرح ما مريت بيه مبقى مشكلة ما عديت منها مريت بهواية متاعبة بحياتك الحد ما وصلت مرحلة من بعد ما أنت حاربت وحاربت صرت قادر على تحمل المسؤولية قادر على انتخاذ القرارات قادر على التمسك بالرأي التمسك بحتى الشي اللي أنت تريد تتمسك به أنت قادر عليه أنت قوي فنقاط القوى اللي عندك أنه أنت مريت بتجارب هواية ممكن تكون علاقاتك متوسعة أو حتى يعني عندك تواصل هواية تتعرف على ناس جديدة دائما تحب أنه شخصي نصحك تحب تتعلم أشياء جديدة فهاي راح تكون نقطة القوى اللي عندك